هذا الشيء الذي يرونه قدامكم شيء كثير خطير انا مأكد أن يحبون الحلويات ويأتي عندهم أولاد سيقوموا يعملونون الوصفة هلا لأنه سهل جدا لا تنسوا الوقت أبداً أبداً لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا اللايك للفيديو هلا والذي لا تشترك يشترك وشاركوه على رفقاتكم حتى غيركم يستفيد عندي هون علبة ونصف بسكوت سادة طبعاً أي نوع بسكوت فيكم تختاروه وانتو اللي بتحبوه بس أهم شيء يكون سادة طبعاً وهلا منبلش نكسره لحتى يطلع عندي على هيدا الشكل وحياخد هون مع البسكوت شقفة ونصف من الزبدة بيطلع تقريباً 30 جرام منهن رحطهم هون ودوبهم طبعاً متل ما نكون شايفين هلا ورح زيدهم عندي فوق البسكوت يلي طحناه مع بعض أنا بحب ريحة البسكوت مع الزبدة بحسة كتير ريحة طيبة وهلا رح ضيف عليهم طبعاً ثلاث معالق كاكاو أنا رح ضيف عليهم نسكويك فالنسكويك أنا بفضله عندي كتير طيب من الكاكاو يلي ما عنده نسكويك فيه يزيد الكاكاو الخام العادي يزيد ثلاث معالق طبعاً وهون عندي بس ملعة واحدة سكر بتزيدوا ملعة واحدة سكر أزعانكم سكر بودة يفضل كمان هون عندي نص كباية حليب رح اخد طبعاً هلا أنا عبات كباية بس مرح زيدها كلها بلش تزيد عليها هكي شوية شوية ونبلش نلبس هالكفوف ونبلش نخلط هالمكونات كلها مع بعضها ونبلش نضيف الحليب على مراحل طبعاً مرح تاخد معنا كباية هلا حفرجيكم قداش باقي عندي من كباية الحليب لحتى تصير معنكم العجيني على هيدا الشكل طبعاً بعد ما انتهت شوفوا الحليب قداش تقريباً راحت معي شي نص كباية ما تحطواها الكباية كاملة شوفوا هلا العجيني كيف صارت عندي قدشت معاية تصير معكم على هيدا الشكل يعني تكونوا تدعاكوا لمدة七 دقايق مش أكتر من هكي تصير معاك مثل هاي العجيني اللي شايفينها هلأ يعني وهون عندي الورق الزبدي طبعاً جاهزوا الورق الزبدي ومنبلش هاي العجيني اللي عمليها مع بعض منحطها على الورق الزبدي ومنبلش نلف هكي شوية شوية على مهالهم وجربوا أن تتلفوها الجيدة ونترجع من هون على اطرافها لحتى تصير معنا لدينا على هيدا الشكل يعني شدوها مع اطراف كتير منيح لحتى كلاياتها تشد وطبعا رحطتها بالفريزر لمدة ساعتان وهون عندي اي شوكولاة انتو بتحبوها او اي شوكولاة بتفضلوها او يلي موجودة عنكم بالبات بتاخدوا مننا تقريبا هيدا الكمية اللي شايفينها انتو هلأ حدوبها طبعا عندي دوبتها انا على ماء صخنة ورح نجهز هون عنا السكينة وشوفوا شو صار هلأ هون هون عندي التحلاية بلاشت تخلص يعني هافتحها قدامكم هلأ ورح نشوفها مع بعض ورح نقطعها مع بعض شوفوا هاي من بعد ما طلعت من الفريزر شوفوا ليها شو جامتة وكيف متماسكة وطلعها بتشهي فعلا فعلا ان شاء الله بتشهي حتى ريحتها ريحة البسكوت والزبدة والكاكاوية اللي فيها شي ولا اطيب من هيك اللي بحبوا الحلويات هيعملوها هلأ انا امأكد هيدا الشي وهلأ منبلش نطلعها منبلش نقطعها على الشكل اللي انتو بتحبوه انا اططعها على شكل دوائري شوي يكونوا سماك لحتى تطلع اطيب شوفوا هالمنظر شو حلو يعني عن جد لازم تجربوها لانه اكتهير طيبة وكتير سهلة سادقوني ما اخدت معي وقت ابدا ابدا يعني هلأ حقطعها كلها ياتا هون قدامكم هنعمل شغلة كمان كتير مهمة من بعد ما دوبنا طبعا هون عند الشوكولات رح غطسها بقلب الشوكولات هغطس نصها طبعا ما تغطسوها كلها لحتى نحصل على شكل نصف شوكولات ونصف حليب طبعا فيكم انتو اللي بحب الشوكولات في بدل الحليب اللي انا بحطوه انا هلأ شوكولات الحليب يعني في اختار الشوكولات السادة يعني السوداء العاديل فبتطلع كمان كتير طيبة معكم انتو اي شي بتحبوه فيكم تختارو مش ضروري تتبع الوصف اللي انا بعمله بقى انتو شو بتحبو وشو بتفضلو فيكم تعملو على اساسو وهون يشوفوا عندي المنزر لايكوا لايكوا هغطسها هون حتكم كمان انا بدي اكل ما بقفيني لانه عن جد كتير اشتهت وكتير جعت لانه ريحتها كتير قتلتني عن جد كتير طيبة فشوفوا لي هالمنزر هلأ مبعب ما قطستم بالشوكولات وبرجع بحطها شبابيلي فريزر لمدت ربع ساعة حتى يجمد الشوكولات الابيادية اللي فوق يومي عن جد بتشهي واخيرا بخلص الفيديو يعني لوصلت لهيد المرحلة انا هلأ اتعبت كتير سوفوا كيف المنزر انتو اعطوني رائيكم شو رائيكم بس خلينا دوق لانه عن جد كتير اشتهت ريحة الميلكة وريحة الحشوية اللي عملينا مع بعض شي ولا اطيب من هيك بسم الله قصة امام بالله طيبة كتير طيبة مشوية عملوها نصيحة مني قلقكم عملوها لانه كتير سهل وما قدت معي وقت ابدا ابدا فاللي عجبوا الفيديو يعملنا لايك وشاركونا يا معرفاتكم وما تنسوا تعطونا رأيكم بالتعليقات تحت وصحتان هنا للجميع